أدانت مصر بأشد العبارات العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وما أصفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وفي بيانة لوزارة الخارجية اعتبرت مصر أن هذا تصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة والمنفذة الآمنة لخروج الجرح والمرضى لتلقي العلاج ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة ودعت مصر الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حفة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى والتي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة دخل قطاع غزة كما طلبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقيق نتائجها المرجوة موسيقى